مين ده؟ دلهم اتنين ابرز اتنين في المباراة لا في رأيي ولا في رأيك في رأيي الكابتن خالد بايومي نشوفه كابتن خالد مين في لعبة النادي الاهلي النهاردة انت حسيت انه عمل كل اللي عليه يعني مين اللعيبة العلامات النهاردة في الاهلي اتنين محمد هاني وجهت نظره انلاب على اتنين لعيبة اعوذ بالله من غضب الله ما دهمش رحمة في الكور واحد كنجسلكمان والتاني جنابري كان بيحاول عليه بصراحة الولد عمل مباراة اكثر من رأيك انا كنت خايف يعني انا شخصية كنت خايف من محمد هاني محمد هاني النهاردة كان يعني اعظم من اي لعيب موجود في الملعب كان هايل وكان بيقوم بدوره الهجومي وكل حاجة اي اي فرقة في العالم بتبقى عامل حساب ليريو الساني اللي نزل في الشوطة التانية بتعمل حساب كمان الولد فرنس اللي موجود الاسمره بتعمل حساب لجنابري وعندك كمان الفونس دافيز الولد الباكليفت بسم الله ما شاء الله عنده ممكنات على جدنا وبالتالي الله يكون في محمد هاني لانه عمل دور ممتاز جدنا النقطة التانية هي عيمن عشرة لما تين اللعيب قلب اتفاعه وتلعبوا باكليفت وكن بالشكل ده وبالعداء الده وبالقوة دي وبيلعب كمان على اليريو الساني وعلى كنجيس لكمان بعد الوقت لما كان بروحناك وبوفر بالباكريت اعتقد ان عيمن عشرف كمان يتحط عليه مئة علامة صحة لانه فعلا اداءه كان اكثر ممتاز وبالتالي الاتنين دول وجهة نظري اتحملوا عبئي كبير واداء عالي وكمان مش مفعايا بس ولكن هجوميا شفنا هاني كتير قدام عيمن عشرف شفنا كتير جدا وبالتالي بنتكلم على اتنين عملوا مجهود كبير عملوا لاقل عن عشرة حرشة في كله في المباراة امان فرقة كبيرة جدا زلطير عندها سرعة اطراف عندها العيبة ممتازين عندها واسعة نلعب اكثر من رعب وبالتالي الاتنين دول هاخصهم بالزد الاتنين كبار جدا في المباراة احييهم من كل قلبي ولازن جمهر لقالي احييهم كمان وشي ديهم الكابتن خالد بيومي اتفق معنا والله انا ما سمعته اتفق ان هاني وايمن اشرف يعني هم الابرز في هذه المباراة انا باختر يعني طبعا مجموعة الدفاع كلها الحقيقة لكن دول دول بالزدت وخصوصا محمد يعني اللي تبادل علي اتنين من اتقل لعيبة البيرن وفي الدحيل نفس الشيء تبادل علي اتنين من اتقل لعيبة الدحيل هاني وايمن بسم الله ما شاء الله عليهم يكتسبوا الخبرة والنطق ويا رب كده التوفيق المستمر الحقيقة بدر بنون كمان عمل مباراة كبيرة جدا واللي كان اضافة قوية جدا ياسر ابراهيم لما تحرك ايمن اشرف لناحية الشمال ياسر كان اضافة كبيرة جدا في المنطقة دية طبعا فبقيت انت عندك اربعة في الخط الخلفي كلهم اقوى من بعض في حتة حتى الضغط والرقاب والحقيقة ياسر يحيي على شخصيته انه صحيح يغيب يغيب وعندما يستدعى يكون في الموعد في المستوى ها فيعني لازم نحيي